اشتركوا في القناة تبشرني بالتفوق والنجاح في الحياة إن شاء الله تبارك وتعالى هل ممكن أرى رؤى تبشرني بالنجاح في الفترة المقبلة المانع ما الذي يمنع بل أن هناك بعض المبشرات الجميلة زي مثلا رؤية الرسم بالحناء سواء برسم على جسدي أو على إيدي أو على ورقة الرسم بالحناء رؤية تبشر بالتفوق وتبشر بالنجاح بل إن كلمة مبروك في المنام تبشر بالتوفيق أو ما شابه هذه الكلمة مبروك مبارك أي كلمة فيها هذا المعنى تبشر بالتفوق والنجاح رؤية عكاز خشبي وأنا أستند عليه رؤية جميلة جدا رؤية الرجوع إلى المدرسة التي كنت أدرس فيها وأنا طفل أدرس فيها وأنا صغير هذه الرؤية تبشرني بالنجاح إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الهلال في المنام تبشرني بالتفوق والنجاح رؤية أكل المانجو أو المانجة باللهجة المصرية أكلها في المنام توشرني بالتفوق والتوفيق والنجاح إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية شخص أنا أعرفه يعترف لي بحبه طبعا الرؤية لا تدل على علاقة وإنما هذه الرؤية تدل على التفوق والنجاح رؤية قطار شكله جميل وهو يسير على الأرض هذه الرؤية تدل على التفوق والنجاح رؤية الخروف أو الكبش وإن الذي يعطيني هذا الخروف أو الكبش ميت هذه الرؤية حينما يراها العزاب شاب أعزب أو بنت عزبا أن ميتا يهديها كبش أو خروف تفوق ونجاح ورزق وخير كمان رؤية هدية الذهب الأبيض هذه الرؤية تبشرني بالتفوق والنجاح رؤية القارب الصغير سفينة صغيرة اللي هي بالمكداف دي هذه الرؤية تبشرني بالتفوق والنجاح العقد الذهب للبنت العزباء تفوق ونجاح إن كنت قد قلت بأن هدية الكبش في المنام للعزاب نعم وأيضا رؤية الخروف الأبيض أو الكبش الأبيض هذه الرؤية تدل على التفوق والنجاح رؤية قطة صغيرة وشكلها جميل جدا هذه الرؤية تبشرني بالتفوق والنجاح رؤية التجهيز من أجل السفر لقضاء العمرة هذه الرؤية تبشرني بالتفوق والنجاح إن شاء الله تبارك وتعالى آخر رؤية معنا وهي رؤية الثوب البني ثوب لون بني هذه الرؤية تبشرني بالتفوق والنجاح إن شاء الله تبارك وتعالى كانت هذه بعض الرؤى التي تبشرني بالتفوق والنجاح تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته